الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد مما ظاهر تكريم الله عز وجل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحدث إلى حضراتكم هذه الدقائق المعدودات بداية رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانته عند الله عظيمة وفضله اطلع الله سبحانه وتعالى عليه وميزه وكرمه عن سائر الأنبياء والمرسلين ومن مظاهر تكريم الله عز وجل لسيدنا رسول الله أن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد بداية على البشر وعلى الأنبياء أن يؤمنوا به وأن يعظموه وأن يوقروه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين أخذ الله العهد على الأنبياء كل الأنبياء أن يؤمنوا به وأن يخبروا به أقوامهم للإيمان به ولإقرار النبوة به صلى الله عليه وسلم تكريما لهذا النبي الخاتم ومن ظاهر تكريم الله عز وجل له أن الله سبحانه رفع ذكره في العالمين ورفع ذكره في كل الآفاق وإذا كان الله سبحانه يقول عنه صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك فإنه صلى الله عليه وسلم يذكر في كل وقت وحين وفي ذلك أغر عليه للنبوة خاتم من الله يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليهله فذل عرش محمود وهذا محمد فهو صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الله ذكر معه صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وحين وفي ذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس ثلاث آيات في القرآن مكونة بثلاث وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا يقبلوا من العبد الصلاة إلا وإذا أتى معها بالزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الثالثة أنشكر لي ولوالديك إلي المصير قرن الله عز وجل طاعته بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويرفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ومن مظاهر تكريم الله عز وجل لسيدنا رسول الله أن الله نادى على الأنبياء بأسمائهم كل باسمه يا نوح اهبط بسلام منا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا إيسى إني متوفيك ورافعك إلي ولما جاء عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه بالنبوة طارة هو بالرسالة طارة أخرى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن تكريم رب العزة سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقت كل أنواع التكريم ولا يعلم حقيقته إلا الله ولذلك حري بنا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم وأن نسير على سنته وأن نسير على شريعته وأن نكون معه كما كان صلى الله عليه وسلم يريد من أمته حتى يأخذ بأيدينا يوم القيامة لأننا قد اتبعنا هدى والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اشتركوا في القناة